السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج نقاش جمعوي في هذه الحلقة نستضيف الأستاذة نجية أرجدال رئيسة جمعية وفاء بلا حدود أهلاً وسهلاً بكم أستاذة أستاذ مرحباً أستاذة مرحباً بك شكراً جمعية نطمئة واحدة الملتقة الدبلوماسية الدولي للدبلوماسية التقافية واذا ممكن توضعينا في الصياق العام للملتقة كيف جاءت إعداد لها أكيد الملتقة بداية هو مخرج من المخرجات برامج سابقة للجمعية في إطار الدبلوماسية المدنية والدبلوماسية الموازية كان لنا مجموعة من البرامج وكان من المخرجات دي لهذا الملتقة وفي نفس الوقت هو كذلك يأتي في الصياق ما يعرفه المغرب من تطور العلاقات مع العديد من الدول على المستوى الدولي وكذلك الانفتاح على الإفريقيا وتقافات متعددة يعني الشيء اللي حتما لنا أننا نكون مواكبين ونكون طرف هذا التحول طبيعي الحال فكرنا أن الملتقة يكون فيه استضافة دي الفعاليات مدنية من مختلف الدول وأكيد أنه في البداية قمنا يعني بإنجاز مشروع ودق مجموعة من الأبواب وبالتالي كان دعم من وزارة ثقافة نعم قبل أن ندخلوا في التفاصيل لهذا الملتقة أنتم كجمعية يعني منذ تأسيس دي لكم اشتغلتوا في هذه الدبلوماسية الموازية يعني عداد من الأنشيطات قمت بها وإختياركم لهذا المجال لماذا أنتم كجمعية مع العلم أن تأسيسكم في الأول كتو جمعية تربوية تشتغل مع الأطفال ومن بعد تطورتوا أشبال لكم مشكين نقص في الدبلوماسية الموازية بالنسبة للعمل الجمعوي وكيف تشتغلون أكيد أن جمعيتنا كيف بقي الجمعية التربوية كما قلت أستاذ في البداية كانت تشتغل على شق تربوية تقع فيجتماعي إلى أن جاء دوستور 2011 حكم أن الجمعية كانت في تنسيقية الجهوية لإعداد مقترحة دوستور الجمعية نضمت مجموعة هذه الجلسات والحوارات لصياغة المقترحة دوستور المملكة وبالتالي بدأ دوستور المملكة جاء دسترة دور المجتمع المدني وجاء مجموعة من تحولات وهذه التحولات فرضت على الجمعية كذلك مواكبة هذا التغيير وبالتالي التخصص فكان واحد الجمع العام في 2011 الجمع العام الأولي من بعد الدوستور قررنا أننا نصيغه بالقانون الأساسي عادة تصيغه القانون الأساسي الجمعية بحكم أننا نتخصه في العمل الشبابي وبالأخص في التكوين والتأطير ديال الشباب وكان من أهم البنود ديال القانون الأساسي هو أن الجمعية تشتغل على مواضيع ديال المواطنة والترافع القضايا الوطنية فبالتالي هذه الأنشطة هي تنزيل فعلي لما هو موجود في البنود القانون الأساسي الجمعية ومنذ ذلك الحين نشتغل على مجموعة من المشاريع مجموعة من الشركة دائما تصب في تربيع القيم الوطنة في التعريف بالقضايا الوطنية لا سواء على الصعيد المحلي ولا الجهوي ولا الوطني ولا الدولي إذن هكذا كان هذا التغيير لنواكب أولا التغيير الدستوري لنواكب التغييرات التي تطرأ المجتمع المغربي ونفتاح دياله على مجتمعات أخرى ونفتاح دياله على تقافات أخرى لنواكب التغييرات التي تطرأ القضية الوطنية والديبلوماسية الرسمية وما يتم إنجازه نواكب المجهودات لصاحب الجلالة على مستوى لنفتاح على إفريقيا وعلى مستوى التوسع دياله في مجموعة من المجالات يعني في القارة اللي إحنا كنا نتعمل لها فبالتالي هكذا بدأنا نشتغل على هذا الموضوع اللي هو موضوع جد مهم وأظن أن لو أن الأغلب الجمعيات بدينك نشتغلوا على هذا الموضوع بدينك نعرفه بالقضية ديالنا سيكون دعم كبير السياسة يعني دعم السياسة الدبلوماسية الرسمية والقضايا الوطنية نعم ولكن من خلال جريبتك وش كي بلك أنه كين نقص أكيد وش هو السببب وش هو مرتبط بضعف الأطور أو الغير رافع على هذا الملف هذا أو ضعف الإمكانيات أو أنه المؤسسات العمومية متى الدعمكم كمجتمع مدني هذا هو مربط الفارس أولا ما شيء غير دعم مادي وإنما على المؤسسات العمومية وأخص بالتوكرة المؤسسات الدولة التي هي معنية بهذا الملف أن ينفتح على المجتمع المدني بحكم أن المجتمع المدني الآن طرف طرف مهم خصوصا بعد الخيطة صاحب الجلال في 2013 أمام مجلس الأمة والذي أعرف بها يعني تعريف شامل الشراكة في هذا الترافع صاحب الجلال ذكر إلى جانب المؤسسات ذكر المجتمع المدني كشريك فبالتالي إذا كان المجتمع المدني شارك بحكم دستور المملكة له وقبل القوانين بحكم جميع خطابات صاحب الجلالة يسر على أن المجتمع المدني هو شارك في التنمية وشارك في القضايا الوطنية فبالتالي يجب أن يكون هناك تكوين بدان الدولة تكوين الجمعيات وتأهيلها في هذا المجال نعم في ديبلوماسية الموازية نعم في مجال الترافع الترافع على القضايا الوطنية في مجال الدبلوماسية الموازية شرحت الحكم الذاتي وحيتياته كفاعل جمعوي نوصل لغيزو سوسيو وعلاقات مع منظمات أخرى فقدوا شيء لا يعطي كمجتمع مدني نقدر نوصل للرسالة يجب أن يكون فاهمة فبالتالي مؤسسة الدولة خصية أهل فاعلين جمعوي يجب إعداد برامج ثم كنتم الدعم نعم قبل القوافات كوين نعم أنتم كفاعلين جمعويين كمؤسسات كجمعيات وطنية تتوما أخذكم تدروا برامج لتكوين الأطر أكيد ربما أول جمعية خدمت واحد المشروع في 2013 تكوين نوضراء الدبلوماسية المدنية هذا المشروع كان يشارك مع مجلس جهة الضالبيضاء الكبرى ومجلس عملها الضالبيضاء كان هذا المشروع عبارة عن تكوين لفاعلين المدنيين الجمعويين الشباب في مجلس دبلوماسية الموازية وكان الناس اللي أطروا كان معنا شركاء كان معنا المعهد الوطني الديبلوماسية الموازية كانوا معنا دا كثيرا اللي هما معروفين على الساحة الوطنية كترفوا على ذميل وكانوا ناس اللي جاءوا من أوروبا كذلك يعني سهموا في هذا تكوين اللي كان فيه المنتوج دياله هو ستين فاعل مدني وكما قلت قبل هذا النشاط هو مخرج ديال الانشيطة يعني من الانشيطة اللي كانت هذا البرنامج كانت من التوصيات اللي جات فيه واننا يتنظم واحد الملتاق الدولي اللي يستدفو ناس من دول مختلفة وشرحوا لهم القضية ديالنا ووصلها لهم فبالتالي من البرامج اللي يخدم علينا كجمعية هاد حطين براميج براميج متعددة وحطين مستقبل البراميج درنا براميج من ضمنها كما قلت لك كان هذا البرنامج وكان عندنا من قبل واحد البرنامج كذلك مشاركة مع وزارة الشباب والرياضة كان عندنا برنامج ديال دور الإعلام في دائم الديبلوماسية الموازية اشتغلنا على الإعلام اشتغلنا على الفعال المدنيين فبالتالي جاءت هذه الدورة على الفعال المتقف يعني على المتقف ومتنى المتقف ركي جمع هذا إلى جانب فعالية أخرى فبالتالي كين دورة أشمال إن شاء الله السنة المقبلة ستجلوا البراميج المستقبلية هذا غير في إطار التكونات وهذه البراميج وهذه اللقاءات تتطلبوا دعماً مالياً يعني ما يمكن أنك ستجلوا حالياً بالإضافة للبعد كما قلت للشركاء التي تكون مداخل مساهمات على الأعضاء الشرفيين والأساس والأعضاء للجمعية هنا رجعوا الدعم للمؤسسات العمومية كينش دعم للمؤسسات عمومية هو في الحقيقة كينش كين وقليل كين دعم يعني الجمعيات راه كين دعم الحمد لله كين دعم مشاريع كين دعم مشاريع كيبقى غير إحنا واشعدنا ذاك تكوين ديل أننا ندروا مشاريع في هذا المجال وندافع لها ونوصلها هذي من جهة ولكن تيبقى بعد لمؤسسات أنها ما كتوها ش بالدور ديل هذا المشروع وكتعطيك واحد دعم له محتاج هذا قليل جدا يعني إحنا كجمعيات اشتغلنا في هذا المجال في مشاريع كبيرة وقارنا ما بين الدعم اللي تعطينا المؤسسة ديل الدولة وبين دعم مؤخرا مثلا اشتغلنا بشاركة مع الاتحاد الأوروبي في واحد قافلة ديل الشعال المحلي للشابب وكان دعم ممتاز اللي قدرنا به أن ننوفي والتزام ديالنا ويكون مشروع ناجح وما تتمحلناش لأن الباقي المشاريع اللي كدام المؤسسة ديل الدولة يكون شيء ضعيف تتكمل من جيبك وما هي المشكلة لماذا لم يكن اشتقى وما هي الملف التي تتعطيهم على المشروع لا يكون مقنع لهم او يكون نظرة دونية او يعطيهم الأهمية للمشاريع التي تتعطينا صراحة هذا السؤال يجب أن نطرح على يومهما لأن ماذا ممكن أعطيك مشروع لدي تراكمات لدي ملف تراكمات بالصور بالحجاج المالية كان أعطيك شيء واضح وباين كان أعطيك واحد دوصي لتال مشروع تقنية ويكون عبناء قانوني المادي وشيء هذا المشروع الذي أعطيت كان أعطيته المؤموية الآخر والدليل أن هذا المشروع الذي أعطينا قافلة المحل الذي أعطينا الاتحاد الأوروبي أعطينا قبل مؤسسة المؤسسات وليس دائموش نهائيا وقد أعطينا في العروض المشاعدين الاتحاد الأوروبي نفس المشروع بنفس السياغة بنفس الحجاج وقد أعطينا دعم ممتاز بالنسبة لنا الذي يغطى لنا جميع المصاريف ربما ربما نحن لا نعمل سياسة بباك صحبي لا نعمل نعمل لا نعمل بشي حواجات التي يعمل من خلال المشروع الذي يعمل من البلاد في نفس البرنامج ويأتي شخص المشروع تافي وكتلقى المشروع تافي وكتلقى المشروع أو خمسة الأضعاف الميزانية لأنه منطقة المحسوبية والزبونية هذا هو الإشكال لأننا نشاهد الشركة التي تجد أن تجد تجد البرامج وكتلقى مع احترام الباقي الجمعيات وكتلقى كبير وكتلقى أنك كان في الميدان وكتلقى برامج فاعلة وكتلقى المصلحة للبلاد وبالتالي يجب هذا الدعم محتاج أستاذ نجيغ سؤال الأخير هو كيف ترى مستقبلكم كيف تنشط أخرى في هذا الإطار كجمعية وفاء ما هي الرسالة التي توجهها للمسؤولين للفاعل الجمعوي نعم أكيد كما أقول كجمعية نعمل على التربيع الموطنة على الدفاع على القضية الوطنية ونعمل على التكوين والتأطير في العمل نعمل في مركز المهني في التانويات ونعمل في الجامعات بالإضافة إلى دور الشباب بطبيعة ولكن في السنوات الأخيرة والذي كان نعمل عند الشباب لأن الشباب كان واحد لعزف على الضر الشباب فبالتالي نبحث عن الشباب وشغلته في الأحيا يعني كنديروا قوافل في الأحيا قوافل التحسيس قوافل يعني التواصل مع الشباب في الأحيا فبالتالي كان براميج أخرى كان لدينا مشاريع أخرى اللي هو مطلوب هو أن هذا البراميج يكون عندها شوية لأن الناس اللي معانا يعني لأعضاء الجمعية وللمون خارطين الأغلبية شباب كل ما يقرأ يعني على الأقل ما يزيد هذوك الشباب ما نزيدوش المتقلع اليوم جاي متطوع بوقته متطوع بالإمكانيات ديانه ما نزيدوش تمديا نكلفوه فكنتمنى أنه البراميج ديانا مستقبل أن يزيد يكون دعم أكيد أنه الهدف هو أنه أو نزيد وطاق محليا نكون أكبر عدد ممكن من الشباب كنا الآن واحد يعني تأثير سيلبي ديان المواقع بعض المواقع ديال التواصل الاجتماعي فباش نرجع الاتقال لك الشباب نرجع الانتقال في العمل الجمعوي نرجع الانتقال في العمل السياسي نرجع الانتقال حتى في البلد ديالو خاص يعني تكوين المواكبة وهذه دعوات الجمعيات التي تشتغل في نفس المجال ليس هذا العمل لنشيد لعبة أو أنك تشتغل في دار الشباب خاصة خاصة مهنيا أكثر حتى ذاك نشيد لعبة مهم جداً لأنك يبني طفل يعني الطفل فبتالي نبحث على الطفل في المدارس نبحث على الطفل في الأحياء يعني كين الأباء دابة يخافوا من دار الشباب ما زالوا يعني واحد المجموعة ديال الأباء ما كيتيقش أنه يسافتوا من دار الشباب كين الإنشغالات يعني الأب كي يخدموا الأم تتخدم يعني أنه تهد الظروف الاجتماعيين نراعيوها ونحاولو أننا نحاولو أننا تبحث على الشاب والطفل واليافة فين كاين كاين في المدرسة كاين في البيت كاين في الشارع نبحثوا عليه ونحاولو أننا نكونوا ونقطروه ونغرسوا في قيام ديال المواطنة أستاذة نجية شكراً جزيلاً مرحباً بسمكم مشاهدين الكرام نشكر أستاذة نجية أرجدال رئيسة جمعية وفاء بلا حدود وإلى اللقاء في حلقة قادمة